السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزاق طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج ومتابعين مع بعض حل المحافظات والاختبارات من الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نحض مع بعض دلوقتي داميتا كوفر نوريت محافظة دوميات وده الاختبار رقم 12 من ملحق كتاب جيم بداية من صفحة 124 أول سؤال معي خاص بلسنينج أول سؤال معي خاص بيه الاستماع بيجيب لنص باستمع إليه جيدا وابدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات لسن تومي اسمعوني كده النص بتاعنا بيقول يقول هنا My name is Kareem أنا اسمي كريم I am 15 years old عمري 15 سنة I like visiting historical place أنا بحب زيارة الأماكن التاريخية My favorite hub الهواية بتاعتي المفضلة is reading بحب هواية الكراءة أو هواية هي الكراءة I feel happy with my friends أنا بشعر بالسعادة مع أصدقائي They are all kind ده كلهم طيبين هنا بيقول على أصدقائي أنه بشعر معهم بالسعادة وكلهم طيبين وهنا نبدأ أول سؤال جيب لأربع أسئلة اختيارات على نص الاستماع بيقول هنا السؤال الأول How old is Kareem How old يعني كامل عمر بيسألني على عمر كريم اللي هو بيكلمنا في نص الاستماع يبقى How old يعني كامل إيه كم عمر كم عمر كريم طبعا عمره 15 سنة 15 رقم 2 What does Kareem love visiting كريم بيحب يزور إيه نقطة بليس بيحب يزور الأماكن historical الأماكن اللي هي التاريخية رقم 3 What is Kareem's hobby هو بالهواية يا طرى بقى إيه هي هويت كريم جايب هنا طبعا وهويته وهي reading هويته وهي الكراءة رقم 4 What does Kareem feel with his friends بيشعر بإيه مع أصدقائه طبعا بيشعر بأنه happy بيشعر بأنه سعيد مع أصدقائه بيقول إن هم كلهم أشخاص إيه أشخاص طيبين بعد كده بيقول complete the following dialogue يعني أكمل الحوار التالي Atouris is asking Hala about the pyramids عندي هنا بيقول لي أتورس يعني سائح السائح هنا بيسأل هالا بيسألها عن إيه بيسألها عن الأهرامات هنا السائح بيقول لها Excuse me معذرة Can I ask you some questions ممكن إن أنا أسألك بعض الأسئلة طبعا هتقول له Yes sure أو Yes of course نعم بالطبع هنا السائح بيقول لها أسألك طبعا الإجابة بتاعتي لازم إن هي هتقول له Yes of course نعم بالطبع أو Yes sure بالتأكيد هنا السائح بيسألها السؤال هلأ قلت له the pyramids are at giza الأهرامات دي التي تكون في الجيزة يبقى بيسألها عن مكان الأهرامات أين توجد الأهرامات أين يعني where يعني هنا أين بسأل على جامعة يبقى where are the pyramids أين تكون the pyramids أين تكون الأهرامات الأهرامات دي بتكون موجودة فين فقالت له هنا موجودة أد جيزة موجودة في الجيزة هنا استاه بيقول لها are they far away from here فرو هي يعني بعيدة عن بيقول لها هي بعيدة عن هنا هنا هلأ قالت له حاجة استاه بيقول لها how can I go there طيب ازاي أنه نقدر روح هناك يبقى لت له أيوة ولا قالت له لا ممكن تقول له لا they aren't لا هي مش بعيدة طيب ما قال لها روح ازاي يبقى no they aren't no يعني لا they اللي هي الأهرامات aren't لا إنها مش بعيدة الأهرامات مش بعيدة عن هنا فبيقول لها زي أنه نقدر روح هناك هلأ ممكن مثلا تقول له أنت تقدر أن تروح هناك مثلا بالتاكسي أو يبقى you can you can يعني أنت تستطيع ما هو بيقول لها how can I go there هتقول له هنا I هتحول إلى you وyou معها can you can أنت تستطيع بعدها الفعل في المصدر go there وأنت تستطيع أن go تذهب buy أن أنت تذهب buy taxi تروح هناك مثلا بالتاكسي ممكن كمان تقول له buy car أو buy bus بالإيه بالأوتوبيس يبقى buy taxi buy taxi هنا الساح بيسألها سؤالها لقيت له the ancient Egyptians built them مين يعني اللي بناهم طبعا هنا هنا اللي تقصد أن المصريين القدماء هما اللي بنوا هذه الأهرامات بنا يعني built اللي بنها مين المصريين القدماء يبقى طبعا هو هنا بيسألها بيقول لها طب مين اللي بنى الأهرامات من يعني من يعني هو وبعد كده الفعل على طول لأن ENA باسأل عن الفعل ما بحطوش تاني في السؤال أنا باسأل عن المصريين القدماء يبقى هو بعد كده built مين اللي هو build يعني بنا who built the pyramids من بنا the pyramids من بنا الأهرامات هنا ردت عليه وقالت له اللي هم المصريين القدماء هم اللي بنوا الأهرامات the ancient Egyptians built them المصريين القدماء هما اللي بنوها وجيب لي بعد كده جزء جزء القراءة ببدأ هنا نقرأها مع بعض ونبدأ ان احنا نجاوب على اسئلة بتاعتها هنا القراءة بتقول لنا احمد ده بيكون طالب في المدرسة الاعدادية يعمل كمتطوع صالح جمعية او مؤسسة خيرية وعشان كده فيه جمعيات ومؤسسات خيرية اللي بتساعد بور الفقراء والناس الكبيرة في السن والناس المريضة اللطف كتير من شوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده صفحة 125 بيقول هنا الناس بتتبرع ماني بالنقود من اجل ان هما كبار السن والايه والمرضى والمحتاجين احمد ويزور بيت للمسنين او الكبار السن او في دوميات الجديدة he visits a hospital بيزور مستشفى for the children ليه الاطفال المرضى to play and read stories for them عشان يلعب معهم وكمان يقرالهم الكصص يبقى ذيب هنا يقصد بها ايه ال children اللي هما الاطفال المرضى also كذلك he likes feeding كاسو كمان بيحب ان هو يطعم القطط اندوكس والكلاب last weekend في عطلة نهاية الاسبوع الماضية he went to Russell bar with his friends مع اصدقائه to share in a charity عشان يشارك في جمعية او مؤسسة خيرية في عمل خيري in a charity work يشارك كده في عمل خيري they clean the beach هما نظفوا الشاطئ they collected rubbish and plastic bottles كمان نظفوا الايه او جمعوا الكمامة وكمان الزجاجات البلاستيكية they went to the market to buy some souvenirs for the all هما زهبوا ليه السوق عشان يشتروا بعض الهدايا التسكيرية for the old لكبار الايه السن عندي هنا رقم واحد what did احمد buy for Russell bar احمد ايه اللي هو اشتراه من راسلبر طبعا اشتراه بعض الهدايا التسكيرية اشتراه some souvenirs some souvenirs يعني بعض المن الهدايا الايه التسكيرية some souvenirs رقم اثنين suggest a suitable title suggest يعني اقترح بيقول لي هنا كده اقترح set up with title اقترح عنوان عنوان ايه مناسب for the passage للكتعة دي كده اقول كده لو هتحط لها عنوان هتحط لها عنوان ايه طبعا العمل الخيري charity work charity اللي هو العمل الايه الخير charity work العمل الايه العمل الخيري بعد كده بيقول لي هنا do you think احمد is a good boy بتعتقد كده ان احمد ده ولد جيد why why not طبعا هو ولد جيد لانه بيقوم باعمال خيرية هنقول هنا yes i think so نعم انا اعتقد ذلك yes نعم I think so نعم انا اعتقد ذلك ايوة انا اعتقد ذلك هقول بقى لانه هو بيتطوع او بيكون متطوع for a charity لصالح جمعية خيرية هنقول هنا because يعني لانه هبدأ اقول بقى السبب اللي انا قلت انه هو شخص طيب او شخص جيد he is volunteering هو يتطوع he is volunteering يعني هو يتطوع لصالح جمعية خيرية او لصالح العمل الخيري for a charity لصالح جمعية خيرية for a charity بيتطوع لصالح اتشارتي لصالح جمعية خيرية and helping poor all and sick people ولو بيساعد المرضى وكبار السن and يعني و help بعد كده help يعني يساعد وبعد كده انه هو بيتطوع وكمان helping helping يعني كمان انه هو بيساعد poor all and sick people poor يعني الفقراء we old اللي هما كبار السن and sick people وكمان الايه sick people اللي هما الناس الايه الناس المرضى ويساعد مين بيساعد المرضى بعد كده بيقول هنا the underlying word donate donate يعني يتبرع مين زي تعني كلمة donate تعني ايه معناها ايه ان انا اتبرع بالشي ان انا اعطي هذا الشي احمد likes no cats and dogs الكطة والكلاب بيحب feeding بيحب اطعام او ان هو يطعن الكطة والكلاب the underlying pronoun them the underlying them refers to that بيشير الى ايه children بيشير الى الاطفال ايه الاطفال المرضى بعد كده رقم واحد we need more rain or there might be احنا محتاجين مطر اكتر يا ام هيكون فيه ايه او ربما هيكون فيه ايه لو ما فيش مطر هيكون فيه drought هيكون فيه جفاف احنا محتاجين مطر اكتر يا ام هيكون فيه جفاف a lot looks after people يعتني بالناس يعتني بالناس in hospital من اللي بيعتني بالناس في المستشفيات طبعا nurse nurse اللي هي الممرضة او الممرض رقم 3 my mother is not of my younger brother he gets high Marcus ده هو حصل على درجات عالية طالما انه حصل على درجات عالية high Marcus يبقى my mother is not of is proud of بتكون فخورة بيبتخد معها حرف الجر of بتكون فخورة بخوية لانه حصل على درجات عالية the house has our a not garden full of flowers and trees المنزل بيكون فيه حديقة مليئة بالظهور والأشجار يبقى الحديقة بتكون has an attractive garden بيكون فيه حديقة جذابة الحديقة دي بتكون full of مليئة بالأشجار مليئة بالظهور ومليئة بالأشجار رقم خمسة the not is about used for holding flowers ايه هو الإناء اللي بيستخدم فيه حمل الظهور إناء بتحط فيه الظهور وهو فاز فازة او اللي هو الزهرية ده بيستخدم فيه holding flowers في حمل الظهور بعد كده جيبلي هنا صفحة 126 واستوار رقم 6 بيقولي ايمان سيستر اختي ايمان is in hospital بتكون في المستشفى because of بسبب بتكون في المستشفى بسبب eye not eye infection بسبب عدوة للعين عندها عدوة في العين لذلك فهي في المستشفى رقم 7 Paris is not than London بيقارن بين واحد باريس وبين اثنين لندن وعندي than عيني عليها كده الجملة بتاعتي فيها مقارنة عندي صفة طويلة يبقى يا مور او لس والصفة الطويلة وthan يبقى عندي هنا مور بيورفول than يعني بتكون اكثر جمالا من لندن رقم 8 بيقولي هنا دي معنى اكثر ايه جمالا او جميلة اكثر من ايه من لندن she has a son not as a doctor she has a son بيكون عندها ولد حيث هو بيكون دكتور هي بيكون عندها ولد او ابن بيكون عندها ابن بيكون دكتور بتكلم عن فاعل عاقل ومع الفاعل العاقل بستخدم الاسم الموصول هو بمعنى الذي الذي يكون طبيب او دكتور one of the greatest dangerous that faces people face on earth عايز يقول لي واحدة من اعظم المخاطر اللي هي faces people اللي هي بتواجه faces يعني يواجه بتواجه الناس الناس on earth على كوكب الارض ده بيكون ايه طبعا تغير المناخ تغير المناخ يعني climate change ده اللي هو بمعنى تغير ايه تغير المناخ climate change ده واحد من ايه المخاطر اللي بتواجه الناس على face on earth على سطح او على وجه الارض رقم 10 there in our city فندق في مدينتنا turn years ago منذ عشر سنوات بطنا ولكن الان there are three ما كانش فيه فنادق في مدينتنا قبل كده لكن دلوقتي يوجد لم يكن ام لو او لم يعتاد ان يكون didn't use two والمصدر يبقى didn't use two بي لم يكن معتاد ان يكون هناك او عض الفندق في مدينتنا لكن الان يوجد ثري يوجد ثلاثة بعد كده عندي هنا السؤال رقم واحد في تصحير الخطأ ينقط 8 allot of sweets لازم ان انت تاكل كتير من الحلوة هنصح حده هقول له short لا طبعا هقول له short not او هنقتصرها ونقول ايه short انه لا ينبغى ان تاكل كتير من الحلوة بدلوا النصيحة بفعل شيء ب short او بعدا فعلها لو هي نصيحة ضارة زي allot of sweets اكل كتير من الحلوة هتبقى short بعد كده the Egyptian بسكتبول الفريق بتاع كرة السلة المصري نوع the match yesterday كلمة yesterday من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط وفي زمن الماضي البسيط مع اي فاعل لابد ان يأتي التصريف التاني للفاعل وعندي هنا وين من الافعال الغير منتظمة التصريف التاني منها وهو one بمعنى فازة my dad speaks نوعات لود انا هنا باوصف الايه انا هنا باوصف الفعل عشان ان انا اوصف الفعل عايزة ظرف او حال يبقى هتبقى عندي بدل لود يعني صوت عالي هتبقى لود لي بصوت عالي يبقى my dad speaks باوصف هنا الفعل بتاعي لود لي بابايا بيتكلم بصوت عالي والنوعات she get up everyday عايز يقول امتى هي get up get up يعني يستايكس امتى هي بتستايكس كل يوم الفاعل بتاعي she الفاعل بتاع مفرد ومع الفاعل المفرد بستخدم الفاعل المساعد ايه الفاعل المساعد دص يبقى عندي هنا طالما الفاعل مفرد هنستخدم دص